مفهوم التسارع بحكيلي هي مغدار السرعة المقطوعة في وحدة الزمن من القانون باستنتج أن قانون التسارع تساوي التغير في السرعة على التغير في الزمن وحدة السرعة هي متر لكل ثانية ووحدة الزمن ثانية معناته وحدة التسارع هي متر لكل ثانية تربيع هذه وحدة التسارع التسارع يساوي التغير في السرعة على التغير في الزمن وممكن تحكي التسارع يساوي سرعة اثنين سرعة واحد على الزمن الكل الآن لو فتحنا كتابنا صفحة 73 رح نأخذ أنواع الحركة عندك أول إشي الحركة بسرعة ثابتة الحركة بسرعة ثابتة كالشكل الظهر أمامكم نأخذ أول إشي أنواع الحركة في عندي ثلاث أنواع الحركة الحركة أول إشي بسرعة ثابتة وعندي الحركة بتسارع موجب وعندي الحركة بتسارع سالب الحركة بسرعة ثابتة شو يعني؟ يعني أن الجسم يمشي بسرعة يظل مستمر عليها حتى النهاية لو أجينا أخذنا الرسم البياني لأمامكم بلاحظوا أن الجسم بلش من النقطة 10 عند الثانية صفر هنا الثانية صفر وهنا عنده قديش؟ السرعة عشرة عند الثانية صفر بلش الانطلاق بسرعة عشرة وعند الثانية ثلاث أيضا كانت سرعة عشرة فلو أجينا طبقنا حسب القانون التسارع نطلع تسارع لهذا الجسم رح تحكي لي أنه التسارع يساوي السرعة النهائية ناقص سرعة الابتدائية على الزمن طبعا هنا ممكن كمان تحسبها التغير في الزمن النهائي يعني الزمن الثاني ناقص زمن واحد وهون نفسه ليشي ناقص زمن واحد فتيجي تحكي لي أنه السرعة النهائية كانت عند الثانية ثلاث السرعة النهائية كانت عند الثانية ثلاث والسرعة الابتدائية كانت عند الثانية صفر معناته السرعة النهائية كانت عشرة عند الثانية ثلاث والابتدائية عند الصفر كمانت؟ أيضا عشرة الزمن النهائي ثلاث تمام؟ والزمن الابتدائي كمانت؟ صفر فعندي 10 ناقص 10 صفر على 3 ويساوي صفر هذا قيمة التسارع بما أن السرعة ظلت ثابتة فتسارع صفر يعني لو سألتك سؤال كتابي ما تسارع سيارة تسير بسرعة ثابتة رح تقول لي أنه تسارع حقا دياش صفر